فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون نعم السجود لغير الله وعبادة غير الله محرم بإجماع الشرائع لم تأتي شريعة بإباحتها قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أبدا ليس هناك شريعة نزلت من السماء في عبادة غير الله عز وجل لا من الجن ولا من الإنس ولا من الأسجار ولا من الأحجار ولا من الأحياء ولا من الأموات بل العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر